تعد المملكة العربية السعودية من الدول ذات القرار السيادي والمؤثر عالميا التحظى بمكانة إقليمية ودولية تكسبها احترام الجميع يأتي ذلك بفضل تمثيلها للدين الإسلامي الحنيف ولما تقوم به حكومتها الرشيدة من خدمة للإسلام والمسلمين ومن احترام للغير ورؤية حكيمة كذلك من واجبات ومساعدات ومواقف متزنة ومبادئ نبيلة مع أصدقائها وجيرانها مهما اختلفت توجهاتهم ومنذ أن تأسست هذه الدولة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود طيب الله ثراه مرورا بأبنائه القادة رحمهم الله إلى عهدها الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وهي تسير بخطة ثابتة نحو الأمام حيث التطور والإنجازات المتتالية كذلك الصورة المشرفة والعلو والرفعة حتى أصبحت الآن من مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات بل منافسا قويا في كافتها لسيما بعد القرارات الحازمة والعازمة من قبل خادم الحرمين الشريفين للمضي قدما نحو الأفضل إذ شهدت المملكة خلال الفترة الوجيزة التي استلب فيها حاكم نجد وحكيم الأسرة المالكة زمام مقاليد الحكم في أوائل عام 2015 شهدت العديد من التغييرات الجدرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي حيث استطاعت نقل المملكة من مرحلة إلى مرحلة جديدة أبهرت العالم كله ومن أجزاء هذه النقلة النوعية لخادم الحرمين الشريفين بث روح الشباب في مفاصل الدولة من خلال تكليفهم بمناصب عليا ومهمة في البلاد أيضاً إتاحت المساحة لكل مبدع ومنتج للمشاركة في بناء المملكة العربية السعودية فعلى الصعيد الداخلي شهدت العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والوطن بما يحقق مزيداً من النمو تتمثل في تفعيل خطة استراتيجية لقبت برؤية المملكة 20-30 التي تشمل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرفع مستوى الإنتاج واستيعاب متطلبات تنمية الوطن وتلبية احتياجات المواطن بإشراف مباشر من سمو ولي العهد وعلى الصعيد الخارجي وطدت المملكة صداقاتها وأنشأت العديد من الصداقات الجديدة على مبدأ التعاون والثقة والشفافية في هذه الفترة القصيرة استطاعت الدبلوماسية الصعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله أن تمد جسور التواصل مع دول العالم عبر تجسيد العلاقات القائمة وتجديد الأخرى الرتيبة من خلال الجولات الملكية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لأكثر من عشرين دولة واللقاءات الثنائية مع أكثر من مائة وثلاثين رئيس دولة وحكومة وفي الجانب السياسي كذلك لعبت المملكة دورا قياديا وحاسما في محيطها الخريجي والعربي وكذلك الإسلامي وعزل الدول المخربة والداعمة للإرهاب وكشفها للعالم وتشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والوقوف في وجه المد الإيراني في المنطقة ودعم الشرعية اليمنية ومع الحزم والعزم للقيادة الرشيدة بقيادة الملك سلمان كان في المقابل عطفا إنسانيا لكل من جارت عليهم الظروف إذ كانت الفزع باللهجة السعودية حاضرة وكذلك مد يد العون دون النظر لعرق أو جنس أو ديانة هو ديدن هذه البلاد وأبرز مثال على ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي كان له المبادرة والسبق في مد جسور التعاون والخير للدول والشعوب المنكوبة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في أنحاء العالم وفي عهده حفظه الله تستعد المملكة لأن تكون الوجه السياحي الأولى عالمياً بعد إقرار إنشاء المدينة العصرية الذكية نيوم وإعادة تأهيل المناطق السياحية والأماكن التراثية لفتح الباب أمام المتفائلين كما وصفهم سمو ولي العهد في حدث تاريخي لإعلان العديد من الفرص الاستثمارية لم يسبق للشرق الأوسط أن شهدها مسيرة مليئة بالإنجازات والأفعال المشرفة لهذا القائد الفد المحب للمعرفة والعلم والإطلاع لأكثر من سبعة عقود من القيادة بدر العازمية الإخبارية لندن